اشتركوا في القناة تذكر صديقي الكسول ميلاد فهو كسول خمو يبحث عن مهنة لا وجع راس فيها ولا وجع قلب لا حركة ولا هشة ولا كشة وقد كنا قد اقترحنا عليه انه يفتتح محل فيشة او بيبي فوت فيأتي زبون ويضع العشر ليرات في الفيشة ويتناول طاباته ويلعب وشرطك مكتوب على الباب لا يوجد لدينا فراطة وذلك مشان ما حدا يدايا ميلاد ولو بالسؤال المهم هذه جردة بسيطة عن صاحبنا الكسول ميلاد اما ما حدث عن جديد معه فهو ان امه ولشدة تنبلته دعت عليه وقالته حمى وبالفعل فلقد اصيب بالحمى المالطية ويا حزركن يا شباب شو صار مع ميلاد انبسط اي انبسط لانه الحمى المالطية بتصيب البني ادم بالخمول وفي حالة ميلاد انت لا تعرف هل اصيبة هو بالحمى المالطية ام ان الحمى المالطية اصيبت به يعني طنجرة وبقى اضغطاها لقاء العمالقة صراع الجبابرة وطبعا يا حبيب اخدنا اجازة من الوظيفة لمدة 21 يوم هكذا تكلم ميلاد وخود على استرخاء كاست الما يبتوصلك لعندك وصحل الاكل رغم وضع الطبي الصحي يبينزل بحضنك وعداك عن الدلال وقيمك عن السؤال كيف صرت حبيبي من قبل الوالدة بعد ما كان الحديث قومت لحلح العمش وتنبل يعني في الحقيقة يا شباب انبسطنا بهالمرضة على الرغم من ان الجماعة بالوظيفة كتير املوا تعقيدات على المعاملة تبع الاجازة المرضية ورقدوا ميلاد الرقدة اياها تبع ختم من هون وطج من هنيك والباب اللي على اليمين والموظف اللي عشمال هاي لابد منه ومع ذلك فميلاد مبسوط فاذا دعت عليه امه من جديد وحمى اجابها مالطية لو سمحتي صحتين معلم صحتين كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردي وسردي عهوى راديو سوريالي بعض الاجازين عإنا معلومة عشري نعم معلم عشري 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 اشتركوا في القناة